موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في الحلقة السبعة من الموسم الثالث من برنامج رمضان وأشياء واللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان لعام 2019 والحلقة دي مخصصة بالكامل لمسلسل قبيل بعد انتهاء حلقاته بالكامل برضو وصولا للحلقة الثلاثين وبعكس اللي أنا كنت ابتدت أشك فيه في أنه ممكن يكون أطول من كده شوية ولكنه انتهى فعلا في الحلقة الثلاثين وده شيء أسعدني عشان أعرف أعمله حلقة منفصلة نتكلم فيها عنه وعن أحداثه وعن نهايته وعن كل حاجة حلقاتنا في الموسم الثالث من رمضان وأشياء محملة بالحرق وحرية الكلام عن كل تفاصيل الحلقات التي نتكلم عنها واحنا النهاردة بنتكلم عن الحلقات من عشرين لتلاتين في مسلسل قبيل 11 حلقة بالكامل فلو حضرتكم ما شفتوش لغاية نهاية مسلسل قبيل أفضل تقفلوا الحلقة دي وتبقوا ترجعوا لها لما تشوفوا المسلسل حلقاتنا برضو في الموسم الثالث من رمضان وأشياء ما فيهاش سكريبت ما فيهاش منتاج فيها كلام مرسل كأننا قاعدين مع بعض كده في قاعدة أسرية بنتكلم فيها عن رأينا في المسلسل كل اللي قدامي شوية ملاحظات لا مش شوية هما ملاحظات كتير الحقيقة عشان كده الحلقة دي برضو هتبقى طويلة وحتكلم بقى باللي بيجي في بالي ولا ممكن يبقى مليان تهتها ممكن يبقى مليان تردد ممكن أغلط في تفصيلها ولا حاجة وانتو قلبكم كبير وطيب وحتسامحوني وحتعملوا لايك للحلقة وحتعملوا الهاشار وحتشتركوا في القناة عشان خلاص احنا داخلين على عيد كل سنة وانتو طيبين ولازم الناس تبقى ايه كويسة مع بعض آخر ونخش في الموضوع على طول او قبل ما نخش في الموضوع على طول لازم اعتذر ان كان في حلقة في المنتصف مخطط لها المفروض اتكلم فيها عن مسلسل قبيل وزي الشمس ولكن للأسف الوقت ما اسعفنيش او بمعنى اصح وانا بتابع المسلسلات لقيت ان اي حاجة حقولها وصولا للحلقة ستة عشرين سبعة وعشرين من المسلسلين الحقيقة مش هتفرق كتير عن اللي حقوله لما المسلسل يخلص فافضل اتكلم لما المسلسل يخلص مرة واحدة وده ان شاء الله لحنا منتظرين وبعد انتهاء مسلسلي زي الشمس وولد الغلابة يبقى في حلقة لو الكلام كتير حيبقوا حلقتين منفصلتين لو الكلام قليل حتبقى حلقة مجمعة لتقييم المسلسلين بعد انتهاءهم وحنا بنتكلم في نقطة التقييم انا عاوز اقول ان مسلسل قبيل مسلسل جيد الى حد كبير كان عنده امكانيات وفرص وكل العوامل الممكنة عشان يوصل لدرجة جيد جدا ويقترب من الممتاز كمان ولكنه مقدرش يوصل لكامل امكانياته مقدرش يوصل لافضل نسخة كانت ممكنة منه هل ده بس بسبب ضغط الوقت والزمن والتلاتين حلقة ورمضان وبداية الانتاج بشكل متأخر والكلام ده كله احتمال انا مش قادر اجزم في ده بالتحديد ولكن برضو في شوية وجهات نظر لبعض الاحداث مش شايف مانع قوي في انها كانت تتعامل بطريقة متقنة اكتر من كده او تحمل معاني اكتر من كده دي مقدمة مهمة لانه انا بتكلم حتلاقوني ميال شوية في نقطة السلبيات وده مش قصدي بيه اني اقول ان المسلسل وحش او دايقني او احبطني ولكن انا عارف كويس جدا انك لما بتيجي تاخد وجهة نظر ممكن تزعع الحد او ممكن تدايق حد بالذات الناس اللي اتفرجت وانبسطت وانا اتفرجت وانبسطت استمتعت وفكرت وشغلت مخي وكل حاجة في الدنيا بيبقى لازم تقدم اسباب كتيرة جدا لليه انت شايف ده وتقدم تبريرات وتقدم اسباب وتقدم كلام كتير جدا وفي حالة مسلسل قبيل بالتحديد ده الواقع انا لو طلعت وقلت المسلسل حلو وجميل ومحمد فرج رائع ومحمد منضوح عظيم وامينة خليل رائع وكل الكلام ده غالبا هاخد لايكات كتير قوي بدوني تبقى زي الفل وخلاص وقعدينه لكن انا مش هقول كده قوي عندي شوية حاجات لازم اقولها ولازم الفط النظر لها فبناء عليه لازم اديها تبريرات كافية ولازم اديها اسباب كافية انا عاوز ابتدي من النقاط الاساسية اللي شكلت اخر مرة اتكلمنا فيها عن المسلسل عنوين رئيسية كده بالمسطفة لسه بتلعب اهم الادوار معانا في اخر 11 حلقة من المسلسل اولهم هي اني في الحلقة السابقة اللي اتكلمت فيها عن مسلسل قبيل شكرت جدا في التجربة البصريح ولكن قلت انها تجربة بصرية ينقصها المعنى ينقصها التأثير ينقصها انك بعد ما تشوفها وتعجبك تبتدي تشغل مخك معها وتقول اه بس ده معناه 1-2-3-4 او نقل لي احساس بـ 1-2-3-4 طبعا يبقى من الاكحاف اني اقول ان التجربة البصرية شبيهة باي مسلسل اخر التجربة البصرية في مسلسل قبيل بتحطه في مكانة ما فيش اي مسلسل تاني من اللي انا شفتهم من اللي انا تبعتهم يقترب لها حتى يعني فبناء عليه هو رفع البار قوي رفع السقف قوي في حتة جودة التجربة البصرية وده شيء كويس جدا وعشان كده بيحط المسلسل في بوكس متميز بشكل منفصل كده ولكن لما تيجي تركز قوي على معنى الكلام ده حتلاقيه مفتقد حاجات حتلاقيه بيقع في بعض الاحيان في فخ التصنيف حلو كده فيه النقاط الاجانب بيقولوه دايما يقولك style with no substance اسلوب جميل style حاجة جندة جدا ولكن تيجي تدور على المضمون تلاقيه غايب تلاقيه مش موجود قوي المشاهد المتكررة بتاع الطارق في الغابة الزجاجية اللي هو بيروح لها اللي بتمثل الى حد كبير حالته النفسية المفروض او حالة الارتباك اللي هو فيه او مواجهته لنفسه من خلال اللي ما عرفش مين منقوصة 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 التطور ينقصها قدرته على التغلب او التحايل او قويا كان على ما يمثله هذا المشهد او هذا المكان او هذه الرمزية لان انا في رأيي حتى وانا بقول انها بتمثل مخاوفه وبتمثل تهديداته بتمثل وقوفه قدام نفسه وقدام الحاجات اللي بتخيم على حياته بتقلبها شبحية شوية انا حسس وانا بقول كده ان انا متعاطف اكتر من اللازم هي الحقيقة مساعدتش يعني هي ما كانتش مساعدة انا عاوز اخد بايد المسلسل انا عاوز اتعاطف مع المسلسل فبقول كده ولكن هل كل مشاهد ممكن بسهولة ولو حتى على مستوى شعوري يحس بان المشاهد دي نقلت له الاحساس ده لا انا حسنت انها ستايل قوي بدون سبستنس بدون جوهر اكتر من اللازم مثال اخر موجود عندنا كان في الحلقة واحد وعشرين لما سمى وادم كانوا بيتفقوا مع بعض على الجواز على ان الجواز ممكن يكون حل لمشاكلهم عشان يرافوا يلاقوا شقة يقعودوا فيها مخرج العمل لقى شط عظيم لقى فريم عظيم جدا وهو بعيد شوية ويد جدا للشخصيتين في اشبه ما يكون خيالهم او السلوات بتاعهم وهما عاديين بيتكلموا عن الموضوع وفي خلفيتهم البحر في المكان الصخري الخلاب بالالوان الرائعة والكلام ده كله ولكن المشهد كان مليان تعبيرات كان مليان عواطف انا كنت عايز شوفوا شوهم ان انت لو جايب محمد فرج وامينة خليل في احد لحظات تجليهم التكسيدي وفي الاخر تبدي عليهم جمال اللقطة اللي انت واقف عليها في حين انها ما بتضيفش حاجة ما بتحطش حاجة دول اتنين مجرمين بيتفقوا على العمل اجرامي علشان يطلعهم من مقزق هما موجودين في الشاشة دي كانت بتاعني ايه وعندنا حاجات كتير شابه الكلام ده مش عايز افرد لها مساحة اكتر من اللازم ولكن مسلسل قبيل المتميز جدا على مستوى التجربة البصرية من اول لحظة لاخر لحظة بما فيها مشهد النهاية ولكن مش دايما بيعني حاجة مش دايما ليه معنى النقطة التانية اللي انا كنت اتكلم او كنت عايز اتكلم عليها هي ان انتقاط استخدام الفلاشباك بشكل مفرد خصوصا وانه ما كانش بيعني كتير وكان عندي انتقاط يعني ممكن اصف ان هو اصفه بان هو كان حاد شوية لان الفلاشباك ده تم فرده على حلقتين كنت طيب قوي كنت بريق قوي يا جماعة هو الحقيقة الفلاشباك كمل معنا لغاية الحلقة الاخيرة واغلب الفلاشباك ده كان في حاجات احنا عارفينها ما بتقول لناش اي حاجة جديدة ما بتقدم لناش منظور يبرر شيء احنا كنا متشككين فيه يا عم مفيد في مفيد في ايه ان انا عرف هم وقعوا رقوه في ازاي وقتلوه ازاي وكان بيكهربوا ازاي والكلام ده كله مش عشان وحش انك توريني ولكن انت حكتلي انا شفتها قبل كده لو كانت اول مرة بشوف هذا المشهد او بعرف ابعاده من خلال الفلاشباك اقولك ماشي لان ده تقدمنا للحكاية ولكن انت قدمت الحكاية باسلوب وبعدين رجعت عدتها باسلوب تاني خالي تماما من المفاجآت وخالي تماما من تقديم اي شيء مفيد للشخصيات فلاشباكس كتير كانت وععة في الموضوع ده واستخدمنا فيها وقت اطول من اللازم زي التفاصيل بتاعة خيانة آآ آدم مراته لما خانيته بالكلام ده كله ان انا اروح مرة واحدة مثلا واشوف اللي حصل ده وافهم كويس قوي ان هو ليه التأثير الاساسي في تغير شخصية آدم واتجاهه للشر او انعدم المشاعر والتبلد الى حد كبير كان كفاية مشهد ليه التفاصيل كلها بانه راح وقف قدام شقة رقوف وبعدين استخبى وبعدين تحول وبعدين عمل وبعدين الكلام ده كله خدنا فيها وقت اطول من اللازم شيماء وازاي لقوها وليه وثقوا فيها في انها تخش معهم في المخطط بتاعهم بتفاصيل الانقلاب عليها بالكلام ده كله دي مش حادرة اقول انها ما كانش ليها لازمة قوي بس يعقى اول وقت اللي تم استثمره فيها ما كانش بفايدة وحاقول لكم ليه دلوقتي لان هو بينقلنا لنقطة مهمة جدا انا كنت خدتها على الهامش الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا معايا يعني بس ليه الوقت ده كله كلمتين ورد غطاهم وانا كنت حقتانع لانك ما بتقدمش مفاجأة ما بنكتشفش من خلال الفلاشباكس دي حاجة ما كناش نعرفها قبل كده باستثناء فلاشباك واحد فقط لغير هرجع له كمان شوية وانا بتكلم عن احد اهم النقاط الايجابية اللي في المسلسل النقطة اللي في الحلقة اللي فاتت اللي انا خدتها على الهامش لما اتكلمت هي مسلس العلاقة ما بين ادم وطارق وشيماء وحمزة حمزة كومي اللي هو شخصية رجل الاعمال اللي فيه طار ما بينه وما بين طارق وتمنى انه اعرف اشرح النقطة دي بطريقة كويسة العلاقة ما بين كل اللي تم قتلهم وكل من قام بالقتل مفهومة والمسلسل عامل وظيفة جيدة جدا في انه يشرحها ويستعرضها بشكل وافي وكلام زي ده النقطة اللي فضلت وقفة في زوري هو ليه قتل حمزة وده الشخص الوحيد اللي فيه علاقة مباشرة ما بينه وما بين طارق وصلنا من خلال الاحداث ان شيماء كانت مريضة عند ادم وانه كان بيعالجها وانه في لحظات الغضب من خيانة مراته اتجه هو كمان لخيانتها مع شخصية شيماء ده اللينك طيب اللينك ده موجود ليه يعني اللينك ده مفيد في ايه مفيد فقط في ان احنا نعرف انها كانت معاهم على جانب الجريمة وده اللي بيحط حمزة جوه الصورة لان حمزة هو اللي كان بيدربها وبيهنها وبيعمل كلام ده كله طيب ده برضو كان مفيد في ايه ان احنا ندخل حمزة جوه الموضوع لان ده دراميا السبب الوحيد اللي حط طارق في بقرة الشكوك وحوله من ظابط بيحقق في القضية لهارب بيحقق مع نفسه وبينتحل صفة ظابط رغم ان هو موقوف عن العمل ومحل شبهات وكلام زي ده عشان يلاقي الحل كل ده كويس ولكن لما نرجع نقول ان هو في النهاية مبني على الصدفة مجرد صدفة لا وراها خطة ولا وراها ذكاء ولا وراها حاجة مرات شيماء اللي بتشتكي من ضرب جوزها اللي خانته مع ادم اللي الكلام ده كله حصل بالصدفة ان جوزها ده كان حمزة اللي حصل بالصدفة ان كان فيه طارق ما بينه وما بين طارق اللي حصل بالصدفة انه كان بيحقق في القضية دي انا كنت حابب ان المسلسل يكشف لنا بعد كده ان ادم كان شايف اللينك ده من بدري وان هو قصد يعمله عشان يورى الطارق في القضية كجزء من اجزاء ابعاد خطته عشان يبرق نفسه هو وسما من المسئولية بتاعت اللي حصل ولكن ما حصلش ده ما حصلش ادم عمليا اتفاجئ باللينك ده اتفاجئ بوجود الصفة دي وفي احد ما شاهد الفلاشباك اللي برضو ما كانتش سيئة جدا وقع في حجره هدية بانه شاف طارق بيهدد حمزة او بيدربه او بتاع فنزل شاله من على الارض وحطه في العربية وبعد كده قاتل هو بتاع معرفش مين صدفة كمان صدفة كبيرة المسلسل ما فيهوش صدف كتير بس دي صدفة كبيرة مجعلصة شويتين وتنقل عليها او تحسب عليها تحولات مهمة جدا 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 واساسية جدا 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 في قصتنا وفي الحبكة بتاعتنا وده ما عجبنيش قوي مش حاسس ان هو كان اسكى حاجة ممكنة وكان فيه طرق لتجنبه او لعمل حاجة حواليه او خلق تغيير ينقل لنا ابعاد تانية في الشخصيات بتاعته كمان لسه عندنا مشاهد الحنين مشاهد الهوماج اللي انا كنت تكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت وقلت ان مخرج العمل كريم الشناوي يبدو ان هو متأثر شويه بكوينتين ترنتينو بالتحديد في احد مشاهد بلب فكشن وفي احد مشاهد كيل بيل ولسه عندنا بعض الهوماج وانا برضو مش قادر اوي اسميه اوماج انا ميال اكتر لاني اسميه كوبي لان اضافتك مش موجودة اوي لانك ما بتجددش في المشهد ولانه الى حد كبير مقحم المشهد اللي فيه هوماج كبيرة اوي في الحلقة او في الحلقة اللي فاته هو اخر مشهد في المسلسل كله مشهد المواجهة الاكشنية اللي حصلت نبين طارق وادم على ضفاف البحر وده خنقوا وده ضربوا بالنار والكلام ده كله ده فكرني جدا وقد اكون مخطئا طبعا يعني محدش يقدر يحكم على النقطة دي غير مخرج العمل او صاحب الفكرة يعني فكرني جدا بمشهد مقتل لاو اللي هي سيلفيا هوكس في فيلم بليد رونر عشرين تسعة واربعين والفارق مرعب الفارق مرعب فارق التأثير النفسي مرعب يا جماعة المشهد ده انا مش معجم سينمائي ماشي عمال قلقت كل مشهد في الدنيا واقول لك ده تنقل منين بس انا اعتقد ان انا حسس بالمشاهد ده لانها حقيقي كانت مؤثرة حقيقي ما بتتشلش من ذاكرتي ومشهد مقتل لاو في بليد رونر حاجة تانية مش مجرد ان هو كم مشهد مخيف في تفاصيل وفي حتة المركبة الطيارة اللي بتغرق وفي نفس الوقت هو بيخش معها في حرب والحرب بداية موازنها بتتقلب اكتر او معركها يعني موازنها بتتقلب اكتر من مرة ولكن الحمل النفسي اللي موجود عند الشخصيتين عند شخصية اللي كانت بيجسادة راين جوزلينج والشخصية اللي كانت بتجسادة سيلفيا هوكس ان سيلفيا هوكس لاخر اللحظة بتنقلك فكرة انا بتقتل اه انا بموت اه ولكن مش دي اكبر قضية في الدنيا القضية ان انا بفقد اكتر حاجة بتميزني وهي اني اقوى منهم كلهم وان انا افضل منهم كلهم ده كان غايب تماما في المشهد بتاع قبيل مش موجود اطلاقا في المشهد بتاع قبيل دي كانت مجرد مواجهة اكشن ما بين واحد مرتبك وواحد بيلعب اخر كروت ودهره بقى لحيد تماما دي اجواء ودي اجواء انا ما بسفهش من الاجواء بتاعت قبيل ولكن بقول انك تاخد دي وتحطها في نفس الخانة مع عمل اخر وما تضيفش جديد ما تحطش حاجة ما تخلقش استفادة بتقلل من قيمة اللي انت عملته ورغم انه هو على المستوى التقني كان مشهد جيد جدا بس انت قربته بشكل اكتر من اللازم من شيء صعب قوي يرتقله او صعب قوي ان احنا ننقله بالشكل المميز قلت برضو في الحلقة اللي فاتت ان انا ما عنديش مشكلة مع الاقاع ان اقاع المسلسل بعد ما كان دخل في فخ البطء شويتين ولكن مع تحول طارق للجانب بتاع الهارب ومع ظهور آدم وسمى واكتشاف المفاجأة الكبرى اللي ما كانتش مفاجأة قوي لان الكنين نجوم كبار زي احنا عارفين من البداية بقى فيه احداث بتحصل كل حلقة بقى فيه حاجات بتحصل كل حلقة بقى فيه جديد كل حلقة ما بقناش بنقعد كتير نتأمل في الفراغ في جلسات طارق مع الاشباح والحاجات دي كلها ولكن عاب الاقاع السريع نسبيا او الاحداث المتعددة نسبيا في الحداشر حلقة الاخيرة نقطتين اولا ان كتير قوي من الاحداث ديت كانت بلا طائل او فائدة وهي مشاهد الفلاشباك اللي زي ما بقول كانت كتير جدا واغلبها حكي في المحكي اغلبها مجرد تقدم لنا مرجع مرئي لقصص سمعناها قبل كده او شفناها من منظور اخر بدون اضافة اي شيء جديد ودي نقطة قتلناها بحثا وخلصنا منها الازمة التانية ان كتير منها مش حاول كتير حقول عدد مهم منها كان للأسف يتسم بالسزاجة كان فيه شوية احداث انا شايف انها سزجة منها اللي مجرد انه خلق تأثير درامي عليه كمشاهد ولكن ما تبناش عليه اشياء كتيرة واحنا متحركين وفيه منها اللي تبنى عليه تحولات مهمة جدا في المواجهة او في لعبة القط والفار بتاعتنا اللي ما خلقش تحولات كتير ولكنه كان لحظة مهمة وكلمنا عنها كتير حصل في الحلقة الواحد وعشرين لما طارق كان في الجانب المقابل من الشارع من سما وملفوش ما شافوش بعض او هو ما شافهاش فدي كانت لحظة ايرونيك اكتر من اللادم لازم ملهاش تأثير كبير ملهاش شيء اضافي قوي يعني ولكن انا شايفك اتسازجة شويتين لان احنا بندور على ابرة في كمقش المفروض عمليا فكنك كمغنتيس تلاقي الابرة على الجانب الاخر من الشارع ما يشوفوش بعض فراغ قوي فراغ قوي ما ضفيتش كتير وكانت يعني عبثية بشكل مش مفيد جوه اجواء المسلسل احنا مش عايشين فابعاد العبثية واحنا بنتفرج بشكل عام فاللقطة دي ما ضفيتش حاجة ما خلقتش تأثير كل اللي خلقته لحظة الناس عملت الكلام عليها في السوشال ميديا ولكن السزاجة الحقيقية اللي اتبنى عليها واللي خلقت نقطة مهمة جدا في التحول هي مشهد الحلقة سبعة وعشرين لما طارق اخيرا بيقدر ان هو ينصب فخ لادم وبيمسكه وبيقفشه وبيقف وبيسبته بالمسدس عشان في الاخر ادم يستغل ان فيه كنين طلعين من قدامه وينزل من تحتهم يجري وبعدين طارق يقف ينضب حظه بالزبط زي اللعيبة المرتشية بعد ما يخش فيها جون وهي عارفة ان هي يا بايع الماتش ده المنظر اللي انا شفته قدامي بالزبط انت راجل بعت الماتش ووقفت اقنعني انك بتبدو بحظك انك مش مصدق يا عيني ان الجون دخل فيك حاجة كده فكرتني من منشستر يونايتد في ماتش منشستر سيتي لما اغزة يعني كامل الاحترام المشجعين منشستر يونايتد يعني ايه ده يا جماعة ايه ده ده كنوحش قوي ده كماش هدوحش قوي 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 وعلقت عليه بحدة على تويتر كمان لما شفته يعني حاجة كارتونية الى ابعد الحدود لو انا راجل متعاطف جدا مع المسلسل هقول لا اخد بالك طارق كان اصبح في حالة نفسية وصحية وعقلية مضطربة الى ابعد الحدود وبناء عليه هو مش حاسب ابعاد الموقف بشكل كافي وادم استغل ده وقدر يهرب منه اللي فيه مشكلة عصبية عقلية نفسية صحية كل اللي احنا عوزينه في الدنيا ما كانش يبقى قادر من البداية على تخطيط المواجهة دي في رأيه الشخصي ثانيا انت ليه اصلا بتواجهه لوحدك انت مشكلتك كلها مع عدم اقتناع عادل ببرأتك اللي هو الزابط صديقه او كان صديقه او الكلام ده كله طيب ما تقول متقدم بلاغ زي مع ادم قدم بلاغ ضد البواب اللي كان عنده لبسه في مكي ده كانت حلوة قوي بصراحة بتاعت المخدرات والكلام ده كله متقدم بلاغ خاطئ بان قبيل موجود دلوقتي في المكان الفلاني هوب البوليس يخش يلاقي ادم الفيلم خلص المسلسل انتهى في اللقطة دي بالتحديد خلاص كل الصراعات بقى تفس بقى بوليس ضد الراجل حتى لو هرب منه بالانباليل اللي هو عمله من تحت اللي كانوا خارجين دول في الاخر ماشي يعني نخرجها صح بس يعني نخليها مقنعة شوية بس وبعدين نكمل على الكلام ده زي ما بقول بعض السذاجات مش كتيرة قوي على مدار المسلسل لان المسلسل في حاجات كتير جدا محبوكة ومرسومة باتقان شديد جدا 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 وهي اللي بتدي له وزنه الحقيقي في نقطة التفاصيل ولكن انك تعتمد على مواجهة مهمة جدا زي دي وتحول مهم زي ده بالسذاجة اللي اتقدمت دي انا احسابها على المسلسل نقطة كبيرة مش نقطة صغيرة طيب عادنا نتكلمنا كتير على حاجات مش كويسة نتكلم على الكويس نتكلم على الحاجات الكويسة وهي كتيرة جدا كل حاجة كويسة في المسلسل ده في اخر 11 حلقة بالتحديد ليها علاقة بالوقت الحاضر ليها دعوة باللي بيحصل دلوقتي لا بالبعد السوبر ناتشرل او النفسي المتعلق بالاشباح اللي موجودة في الزهن طارق اللي بتظهرله ولا ليه علاقة بالفلاشباك اللي اتحكى يا اما بالكلام يا اما بالمشاهد ورجع تاني اتحكى بالمشاهد بنفس التفاصيل من دون اضافة اي شيء جديد الناو الزمن الحاضر الاحداث احداث اللي بتجرى دلوقتي وبالتحديد اكتر على الجانب بتاع ادم وسمة بالتحديد اكتر مع بداية ظهور صفصف وعمر من الحلقة 22 موال تاني المسلسل تشقلب المسلسل خد حقنة ادرينالين المسلسل خد طاقة غير الطاقة فجأة الجانب الدرامي بقى له وزن وعلى فكرة انا التلات مسلسلات اللي انا بتابعهم او الاربع مسلسلات اللي انا بتابعهم فيهم جانب جريمة وفيهم جانب دراما كلهم ما فيش ولا واحد فيهم درامي بنسبة مية في المية وكلهم يا اما عملوا الدراما حلوة اوي وعملوا الجريمة حلو وحش يا اما عملوا اللي هو العكس انا نسيت الولد ايه في الاوي يا اما عملوا الدراما حلوة والجريمة وحش يا اما عملوا الجريمة حلوة والدراما وحش فيها احنا مركزين اوي وزي الفل مع ده مسلسل واحد ولد الغلابة العمل الاتنين بشكل متوسط بس هو ده اللي بيخليني اقول دايما ان ولد الغلابة مسلسل ليه وزن مواش مسلسل اي كلام يعني. قبيل لغاية لما ظهر صفصف وعمر كان ميال قوي لان الجريمة بتاعته حلوة اللغز بتاعه يحير يخليك تفكر وتشغل مخك ولكن الدراما اشباح ومش اشباح واثنين زباط واحد فيهم بيرضي التاني وكل شوية يرفع التليفون يقول له ايوة يا عبر رحمن وبعدين يقول له قبيل نزل بوست والموال ده. الدراما ما بقتش دراما ما بقتش حاجة بجد غير لما الشخصيتين دول ظهروا. وبقى فيه احداث اجتماعية كوميدية او درامية جادة بتحصل داخل البيت الصغير اللي الاتنين قاعدين فيه في ادوار مختلفة واللي في خلفيته فيه جانب شرير بيضمره ادم تجاه عمر لانه طالب منه انه يرجع تاني لحياة جريمة عشان يحقق له هدفه وديناميكية للصبح بقى رايحة جاية الجادة مع الكوميديا مع الهزار مع المشاهد اللي فيها تعاطف كبير معرفش مين طاقة رهيبة اضافت في المسلسل من خلال ظهور الشخصيتين دول واللي قضونا لاجمل مشاهد تمثيلية انا شفتها في كل مسلسلات رمضان هذا العام وانا ما شفتش كل المسلسلات شفت عبد محدود من المسلسلات لازم اوضح ده كل شوية وانا بدي حاجة في المطلق وهي المشاهد الاولى لامينة خليل مع عارفة عبد الرسول مع صفصف اللي فيها بتنقلنا الشخصية اللي كانت مفرغة من الحياة ومفرغة من المشاعر وهي لأول مرة بتختبر شعور ان يبقى لها ام وهي قعدة المفعول به والمراقب في نفس الوقت وقدمت اداء مع مرتوش في عمرها كله بمنتهى الامانة انا دايما كنت بتردد وانا بتكلم بشكل ايجابي عن امينة خليل او بتعب شوية عشان نلاقي جوانب جيدة في التمثيل بتاعها حتى في المشاهد اللي هي ظهرت فيها لغاية قبل الحلقة اتنين وعشرين في المسلسل ده انا كنت شايفها بالمعنى الدارج يعني بلا ماشي لا كويسة لا وحشة ولا حلوة يلا بتضيف ولا بتاخد حاجة كده زي اول عشرين بق من شب العصير القصب اللي هو انت بتحسش بتعمل مسكر غير بعد ما بتشيله من بقك بس نفس الموضوع ده ولكن فجأة حياة عالم شخصية بلع حياة بتنبط فيها الحياة حسب اللي بيحصل لها وبترقبه في نفس الوقت ما بتتكلمش كتير ولكن بتنقل بعنيها المشهد اللي كانوا بيعملوا فيه المحشي والكلام ده كله المشهد اللي كان ما بين عمر وآدم آدم اللي هو شخصية الشريرة الشيطان اللي معرفش مين الكلام ده كله بعد القتل هم قاعدين على الكنابة مفخدين تقلوا من المحشي والملوخية واللي بتعرفش مين حلوة قوي مشاهد دافية جدا وبتنقل كتير وبتضيف كتير وبتحرك كتير خد بعد كده مستوى التفاصيل بتاع جوانب الجريمة للي كان بيحصل في مطارد الطارق ليهم مشهد مشهد آدم وهو راح يقضي مخدرات من على طريق الساحل والشغل بتاع العرب ومش العرب والعربية اللي بتدي كود للعربية البعدها وانا وانا قاعد بتفرج انا حسيت ان احنا ارتقينا يا جماعة احنا طلعنا فوق قوي على مستوى التفاصيل في حاجات فيها مخ وفيها شغل وفيها بتاع بقيت بكلم المشهد والمشهد بيكلمني يعني لما طارق راح بعد كده خد نفس الرحلة بتاعت آدم علشان يجيب بودرة آآ انا انا اللي قلته انت انت عامل مشهد حلوة اوي انت عامل مشهد حلوة اوي 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 بتفاصيل كتيرة جدا نقصوا حتة واحدة بس ان مستحيل الناس دي يخش عليها ان الراجل ده اي حاجة غير مباحث وده اللي حصل بالفعل اموت انا في المشهد اللي كلمه يكلمني اللي اخد ودي معاها اللي شغل مخي معاوي حاسسني ان هو محترم مخي هو كمان وبيفكر معايا وبيشتغل معايا تفاصيل عملية التزوير بان الراجل بيدور على غلاف من مكان رسمي عشان يقدر يعمل عليه الحاجات بتاعته اللي هو شخصية عمر مع الجدار بتاع المطبع اللي كان بيتكلم عليه وان طارق يستخدم التفصيلة دي في انها تبقى سكته اللي ان هو يعرف يوقع ادم او حاجة بالطريقة دي عشان كده بقول لك احنا عندنا دركات زكاء مرتفعة جدا مرتفعة جدا ليه بعد كده نروح واخدين حتة مقلب سازج يزعلنا من بعض ما احنا مخنا في مكانة تانية حقيقي مسلسل قبيل على مستوى الافكار اللي موجودة فيه واللي ممكن يطلع منه في مكان تاني في مكان تاني جدا ولكن هو بمزاجه بيعمل بعض القرارات السازجة جدا اللي بترجعه اقل من حتة معينة في بعض النواحي زي الجوانب السازجة اللي اتكلمنا فيها والامور اللي احنا نقشناها والكلام ده كله وفضلنا متحركين بالطريقة دا ترايحين جايين فوق وتحت حبة فوق وحبة تحت وبتالي غاتل ما وصلنا للحلقة الاخيرة والحلقة الاخيرة اللي شهدت جدل كبير في اوساط السوشال ميديا والناس بتتكلم عليها واغلب الكلام كان سلبي اتصور اه وانا ما عنديش نفس الاحساس دوت بالسلبية انا انا تحفظي الوحيد او خلينا نقول عليهم تحفظين اولا التأثر الشديد بمشهد بليد رونر زي ما اتكلمت وقد اكون مخطئا كمان مرة يطلع حد يقول ما خطرش على بالي بس خلاص بسحب كلامي ماشي اه والنقطة التانية هي مصير شخصية سما ودي نقطة ليك انت اخلاقية بقى يعني دي لا ليها دعوة بدراما ولا ليها دعوة بسينما ولا ليها دعوة بتاعها انت اخلاقيا قابل الموضوع ده ولا لا انسانيا قابل الموضوع ده ولا لا ان سما تنجو بشكل او باخر وتطلع زي ما يكون فعلا هي اكتسبت جانب من جوانب انسانيتها من خلال علاقتها مع صفية خلتها تدخلها في حالة انهيار وتضارب ما بين جرائمها وما بين احساسها بالعرفان واحساسها بالخيانة في نفس الوقت من عمر يا جماعة الكلام الحلو يطلع منك كلام حلو انا اتصور ان مفيش نقط في الدنيا قادر ان هو يقول كلام يعجبه وهو بيقوله بصرف النظر ان اعجب الناس ولا لا ده شيء هو حر وانت بتقولك كلمتين كده اسلام اسلام على اللعبة الحلوة لما تطلع منك الكلام الحلو قادتنا في الاخر لمشهد فلاشباك الوحيد اللي لي معنا اللي كنت بشير لي في البداية مشهد مقتل امها دي حاجة ما كناش نعرفها مشهد تورط ابوها في مقتل امها دي حاجة ما كناش نعرفها مشهد تماشيها مع الخطة دي كلها عشان تحقق الانتقام ده وعشان في النهاية توقف قدام ابوها وهو في غايبوبة وتريديم هيرسلف تريزرقت هير هيمانتي يا خبر احوس خبر احوس على الجمال خبر احوس على الروعة والتقسيم وكمان مرة اداء امينة خليل في التسلسل ده كله فابو نعم علي انك تقرر في الاخر ان دي مسببات كافية للريدمشن بتاعها لخلصها لانها ايفن ايا مش ايفن انا عندي اعتراض اخلاقي مع النموضوع ده هي مش ايفن هي قتلت ناس بدم بارد وهي ايام ما كانت مش انسانة يعني فلو في الاخر بنقول انها ماشي يعني انا معترض على العقبة الاخلاقية ولكن ده ملوش تأثير قوي على النقاط ملوش تأثير قوي على التقييم مش هيقفلني من مسلسل او حاجة بالطريقة دي تركنا في حالة عدم تأكد لو انا فهم صح من ان طارق مات او ما ماتش او الكلام ده كله عجبني نهاية صراعه مع الحكومة عجبني موقف مي منه وصل لحاجة تنفع نقول عليها نهاية مدايقنيش ان البراءة المتمثلة في صفصف وعمر ينتهوا مقتولين على يد الحقارة المتزايدة من شخصية ادم يعني ديقني عشان تعطفت مع الشخصيتين وكنت بحبهم جدا 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 ولكن دراميا لا مش هتكلم يعني انت اثرتني عصبيا واثرتني عاطفيا واعتقد ده اللي كان مقصود منك واغضبتني كمان وده كان ناجح ما كانش عندي فيها مشكلة الدنيا بتنتهي على حاجة بتسمح ببارتو بتسمح باجزاء اخرى من المسلسل ما اكرهش حاجة بالطريقة دي لو هنكمل حدوتتنا مع سما اقبل ما عنديش ايه مشكلة لو ختمناها على كده اقبل برضو ما عنديش مشكلة فانا اياسف لو بحبط المعترضين الكثيرين اللي كانوا بيلجأوا لي على تويتر متصورين ان انا اللي حجيب لهم حقهم لا معلش يعني انا باس في الطلعة دي انا ما اتدقتش من النهاية بمنتقى الامان مسلسل قبيل بشكل عام زي ما قلت مسلسل جيد الى حد كبير ولكنه لم يحقق his full potential ما هواش افضل نسخة كانت ممكنة منه وانا بحب قوي النقطة دي في التقييم يا جماعة وكمان مرة حروح فيها العالم الكورة عشان بس نبقى فاهمنا بشكل كويس لما نيجي نقول مثلا شادي محمد مدافع افضل ولا ابراهيم سعيد بمنتهى البساطة يعني فنقول لا بكل تأكيد ابراهيم سعيد عنده technicalities وعنده فن وعنده كورة وعنده دفاع وعنده كل حاجة انت عايزة في الدنيا اكتر من شادي محمد بس هل شادي محمد وصل لافضل نسخة ممكنة منه بكل تأكيد هل ابراهيم سعيد قرب حتى من افضل نسخة ممكنة منه لأ ده اللي احنا بنتكلم عليه هنا احنا عندنا مسلسل ابراهيم سعيد يا معلم احنا بنتكلم على مالديني بتاع مسلسلات رمضان من حيث الانكانيات وبنتكلم في النهاية على ناتشو مثلا بتاع ريال مدريد على مستوى الاداء على مستوى اللي طلع منه معرفش يحقق هس فول مقدرش يوصل لأفضل نسخة ممكنة منه التجربة البصرية مفيش خلاف عليها ولكنها مش دايما كانت بمعاني كافية المسلسل مال كتير قوي على مستوى الجريمة لتحسين واتقان ابعاد الجريمة والالغاز بتاعتها والكلام ده كله وده جيه في وقت طويل جدا على حساب الدراما آآ واللي انتصرت بشكل كبير قوي مع ظهور عمر وصفصف انا عسام انا لو في ايدي اسامي المسلسل ده عمر وصفصف بكل تأكيد يعني معاناة كبيرة في اوقات كتير مع بعض السيناريوهات السزجة واللي كان لها تأثير كبير محدش يقدر ينكره اداء تمثيلي جيد جدا 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 يصل لدرجة الممتاز في بعض الاحيان من الجميع وأخص بالذكر محمد منضوح طبعا امينة خليل مفاجأة كبيرة جدا وانا بشكل عام مش من الناس اللي عايزة تجزم على ان امينة خليل ممثلة لكن اللي قدمته في المسلسل ده حاجة تانية بالذات في علاقتها مع صفصف حاجة تانية حاجة تانية يعني عارف عبد الرسول علي قاسم برافو 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 حاجة فوق الوصف افضل اداء تمثيلي في رمضان على مستوى المتوسط العام موجود في مسلسل قبيل افضل اداء تمثيلي على وحدة المشاهد بشكل عام مشاهد صفصف مع سما لامينة خليل وبعدها عارف عبد الرسول عارف عبد الرسول وعلي قاسم عاملين زي لعيبة خط الوسط اللي بيعملوا كل حدا صح في الدنيا ومش فارق معهم انهم يظهروا اكتر من اللازم لا عندهم لحظات انفعال مبالغ فيها ولا عندهم تشنجات ولا عندهم عيات ولا عندهم ردانشن ولا عندهم تحولات ولا عندهم حاجة من الكلام ده ولكن حاجة زي الميا الهادية كده تقعد قدامها وتستمتع ومتعرفش انت ضايعت وقت في ايه برافو 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 من هنا للسنة الجاية اداء فرج مقنع وما دايقنيش ولكن انا حسس ان كان فيه غلطة على مستوى تصميم الشخصية لان شخصية ادم مش مفترض ان هي شخصية في كلمة في الانجليز اسمها سينستر اللي هي اكتر من من ايفل شوية اللي هو شرير وخبيث وقضر في نفس الوقت تحس اك اجتمعت كده في كلمة سينستر ديت انا فهم كويس ليه ادم ممكن يبقى شرير ممكن ليه يبقى خبيث ممكن ليه يبقى متألم واضف لها البعد بتاع كونه مدمن عشان السمات المبالغ فيها في اداء الحركة واداء التعبيري على عيني وعلى راسي لكن ليه قدر ليه الشر يصل معنا لدرجة القذارة المبالغ فيها والتي عمالها تنتقل من دفعة لدفعة 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 بدون اي احساس بالندم او اي احساس عن التوقف او كلام مش عارف دي النقطة الوحيدة اللي وقعت ومش قادر قلوم عليها تكسيد محمد فرج قادر قدم انا ميال اكتر لاني قلوم عليها تصميم الشخصية بشكل عام تقييمي المسلسل قبيل هو سبعة ونص من عشرة الناس دي ناس زي الفل احب جدا اشوف عملهم القادم على مستوى السناريو على مستوى الاخراج على مستوى البطولة انا عاوز اشوف الناس دي تاني وحاجر يوراهم مش حاسبهم رمضان الجاي اي حد فيهم موجود في اي حاجة حابقا عاوز اشوفها لان اللي شفت وده احب اشوف منه اكتر اتمنى اني ما نسيت نقط مهمة وبكل تأكيد نسيت نقط مهمة انا اخد ملاحظات كتير جدا ما اعتقدش ان انا اتكلمت فيها كلها لو في نقطة اتحب ان احنا ممكن بعد كده بعد العيد مثلا ان ان شاء الله نبقى نطلع مرة على فيسبوك نتكلم على كل الاسئلة اللي الموجودة عندنا في الاربع خمس مسلسلات اللي اتفرجنا عليهم يعني او اللي شفنا منهم عدد معقول من الحلقات حتى عشان اقول رأي او لو في سؤال في نقطة معينة مهمة ممكن اكون اغفلتها يبقى عندنا فرصة نعمل كده يا ريت تقولولي لو عاوزين كده في الكومنس يا ريت تشاركوا معنا في الكومنس بقراءكم في المسلسل وانطبعكم وتقييمكم النهائي لي الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجاه لكم الحلقة اول باول وطابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي